أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمدال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على العلاقات البحرينية السودانية والعمل على تعزيزها في قطاعات متعددة وتطويرها بالشكل الذي يترجم حرص البلدين الشقيقين على دعم التعاون الثنائي جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر رفاع سعادة السيد عبد الرحمن خليل أحمد سفير الجمهورية السودانية الشقيقة لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في المملكة حيث أثنى سموه على جهود السفير السوداني في توسيع مدى العلاقات البحرينية السودانية وتمنى سموه التوفيق والنجاح لسعادة السفير في مهامه المقبلة وأشار سموه لأن المملكة تسعى دائما نحو تنمية العلاقات البحرينية السودانية وفتح أفاق جديد للعمل المشترك وبما يلبي تطلعات البلدين الشقيقين وخلال اللقاء استعرض سموه مع السفير جملة من المواضيع المتعلقة بالتطورات الإقليمية والدولية من جانبه أعرب سعادة السفير السوداني عن شكره وتقديره لصاحب السموه الملكي ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما لمسه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية السودانية وعلى ما لقيه من سموه من دعم أسهم في نجاح مهمته في مملكة البحرين متمنيا للمملكة كل تقدم وازدهار في ظل قيادتها الحكيمة